كنت من كام يوم ده رأيي الشخصي قلت النسخة دي من كاس العالم النسخة دي من كاس العالم أنا شايفها الأفضل بالنسبة لي من اللي شافتهم عناية يعني إذا حضرتهم دايما بقلتش في المطلق عشان اللي شفتهم من عناية من أول 94 بالنسبة لي كانت 98 أحسن النسخة بس النسخة دي فيها كل حاجة حلوة فيها مفاجآت بالجملة في الدول الأول فيها المغرب بتوصل لدول التمانية منتخب عربي فيها لعبين وعناصر جديدة بنشوفهم بيتقلقوا على عكس العادة يعني زي مثلاً شزني حارس اليوفي بيتقلق جداً في هذه البطولة وخلافه يعني فيه كذا مثلاً فده رأيي شزني عند رقم قياسي آخر 8 ضربات جزاء تشاطوا عليه صد سبعة من الدور الإيطالي حد آه من آخر 8 ضربات جزاء تشاطوا عليه صد سبعة اللي أنا جاي كده أي كرة هتجيلي على صداء مش ممكن ولا بعض سبعة مختلين ضربة الجزاء قدام شزني تبقى فرصة ضائعة مشكلة كبيرة جداً لبقى تجب بالجزاء متفرعش استمرار طبعاً دور إيطالي الحراس اللي صد دربات جزاء دايماً بيجيلهم الحالة دي صح بليوكا صد 6 من 8 ضاق الرقم القياسي سامير عاندانفش 6 من 8 رقم القياسي تشزني بقت دلوقتي 7 من 8 النس خديم من كاس العلم رأيك فيه أي بص أنا مرتبط أنا حاولت أعصر عليك برأيي كله عادت أقوله كله عشان أعصر عليك لا لا بالعكس أنا حبيت جدا رأيك في 98 و 98 كانت أحسن أخنية كاس علم متعملت طبعاً أنا مرتبط جداً 24 وكبطولة فيها نجوم وأسامي لأن كل فرقة كولومبيا بقى عندنا فالديراما وهيجيتا عندنا جورج هاجي عندنا ريستو ستوشكوف إيطاليا وقصتها برازيل وقصتها وباجيو وروماريو بيبيتو دا 24 بس البطولة دي أحسن بطولة على مستوى التنظيم أحسن بطولة على مستوى جودة الملاعب أحسن بطولة على مستوى الصراع وبطولة لها الحظ أنها بتاخد الفاينال لاب واللفة الأخيرة بلغة سباق السيارات بتاع كريستيانو وميسي ودي جزء من سر الكورت القدم الكلمة اللي أنا دايما بقولها كورت القدم دائماً ما تعطيك فرصة للعودة عندي إحساس كبير جداً أن فيه نجم من النجمين سواء كريستيانو أو ميسي عشان أعرف حبك لكريستيانو وهقولك على كريستيانو اللي إحنا كلنا منحبه أنا شخصياً طول عمري بحب الأرجنتين وأرجنتين يمكن منتخب المفضل اللي أنا بحب أتفرج عليه بعد إيطاليا بالمناسبة أنا ما بحبش أروج لفكرة تشجيع المنتخبات ممكن أندي أوكي لكن تشجيع المنتخبات إحنا نشجع منتخب مصر لكن تحب تتفرج تدوق طبعة تاني بتميل الكرة تزوق فده اللي أنا بقوله يعني فغالباً وبالنسبة كبيرة في حاجة هتحصل ما بين كريستيانو وميسي في الفاينال لاب خلينا وإحنا ماشيين كده منتخن هتحصل هتحصل إن شاء الله